نحن الآن في قرب أحواض المياه المعدنية درجة الحرارة هنا 40 درجة طعمه مالح على خامض تحس بأنه مياه معدنية عن جد هذا الحوق الداخل هذه الغرفة تأجرها مقابل مبلغ لوقت ساعة أو نصف سوف أتفق معهم الثقف مفتوح حتى لا يصبح بوطة الغازات الخارجة من الماء يطلع و يطلع يطلع و يطلع العمق تقريبا متر متر و 30 شيء آخر غريب هذه الأحجار يستخرجوها من الخزان الكبير الذي قلنا يتجمع في الماء تترسب تترسب الترسبات يستخدموها في البناء هذه الأحجار و سوف نطلع بره مجينين بها البناء شوف هذه الموذج آخر شون ترسبات من الأحجار وهذه 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 كل الأحجار التي تترسب في خزان الماء هذا الماء الفائض يطلع بهذا المجرة وهذا اللون الأحمر الذي يرى البرتقالي هو ترسبات المعادن شوفوا هنا هذه ترسبات المعادن هذه دعنا نتبع مجرى الماء سوف نتبع مجرى الماء سوف نتبع أحجار و أخيرا يصب في هذا النهر نهر مارماريك إذا أعجبك التقرير أرجو أن تضغط السابسكرايب و يوجد جرس لكي يصل لك كل التقارير التي نشرها أول بأول كان معكم هاك دانيال من أرارات للسياحة وهذه الطبيعة المحيطة في المياه المحيطة